حياكم الله من يديد مشاهدين كويت اليوم يعد تدخل الأقارب من أكثر الأمور اللي تفسد الحياة الأسرية سمعنا كلام وايد من الزوج لزوجة لزوجة شتى يعني؟ إنه أمك السبب والزوجة للزوج أهلكم السبب تدخل الأقارب بالحياة الأسرية صار متعب رح يكون هو موضوع نقاشنا مع المستشارة الأسرية من أولا السعيد طبح شراب الخير راح الورد فلان يقول فلانا قالت هذي تنقل حتي حماتها ما ديش صار كل هالسوالف هذي في ناس تعتبره نشر غسيل في ناس تعتبره ما حاجة أن كل الناس تدري بمشكلة صارت بين شركة لها الزوج والزوجة رايش أكيد طبعا ما في حاجة أن الكل يعرف عن الأمور الخاصة بين زوجين بس هو يعني بيئة الزواج تكون بيئة خاصة للتدخل وخاصة في بداية الزواج سنوات الأولى بالأخص إذا كانوا الأزواج صغار بالعمر تتفقين معاي وأولا أن مثلا المتزوجون الجدد بحاجة إلى مثل تثقيف أن شنو الصح وشنو الغرض شلي ينقال شلي ما ينقال وحق منه للأمانة يحتاجون أكيد يعني بالأخص اللي يكون ما عندهم خلفية ثقافية أصلا بالموضوع يعني أن توهم مثلا تخرجوا من الجامعة وعلى طول تزوجوا وشذي فما عندهم فتشة أنه حتى صار عندهم خبرة بالحياة نعم شركة راح تطي شنو نصيحتك للزوج وشنو نصيحتك للزوجة هو أول شي سلمان ليش هما قاعد يدخلون أحد شنو السبب اللي أنا ممكن إحنا قلنا بالبداية نقص في الوعي بس النقص في الوعي ممكن تكون عبارة عن نصايح من البداية يعني خلي نقول قبل الزواج المفروض أنه إذا أهم مثلا في حالة يعني قبل مثلا شهر من الزواج في حالة الإعدار للزواج ممكن أنه مثلا يثقف في هذه الفترة يأما أنه أخذ كتاب أعطي يقرأ أو أنه مثلا أدخل دورة أو أدي استشاري أي شيء أو أنه أنا كأم وعي أنصح بنتي أو أنصح ولي النصايح قبل السيدة منارش شنو كانت كانت لازم تدوبون الخلافات مع بعض علشان توصن لأرضية خلاص تكونوا متفاهمين لكن النصايح الحالية لا تعودينها أنه يخليش ما دلي شنو لا تعودها أنه صار فيه negativity حتى في النصيحة يعني كأنهم داشين حرب صراع من اللي ينتصر أول من اللي هو يفرض كلمته بالبداية بالنهاية هو الزواج نفس ما أنت مثلت شركة هي شركة تكاملية تكتمل في هذا الجزء وهذا الجزء هي مو صاحة حرب من اللي ينتصر أولا في حال غياب طرف الثاني كملة ما ينتقد أنه وينك ما ييت ولا درست ولا سويت حتى المسؤوليات سلمان المفروض أنه يكون لكل شخص فيهم كل طرف معرفة دراية شنو مسؤولياتي أنا كزوجة شنو مسؤولياتي في البيت وهو كزوج شنو مسؤولياتي لا يصير خلط بالمسؤوليات عشان ما أحد يتعب وما أحد يتذمر على الثاني المسؤوليات هي شنو مثلا يعني مثلا الزوجة مسؤوليةها داخل البيت أوكي مثلا مع عيالها في إدارة البيت أمور البيت الجمعية على المطبخ المفروض على الريال يعني طيب بس إذا مثلا كانت في حاجة ماسة أنه مثلا أنه هي تروح الزوج يكون عنده انشغال أو شدي ما في مشكلة مرة مرتين بس إنه كون الموضوع كله يتحول للزوجة لا أحس إنه هالأمور الأفضل الأفضل مو شرط أساسي ولكن الأفضل حتى لشخصية الزوجة لشعورها يعني بشعورها إهنا هي كأنثة كزوجة يعني إنها مسؤولياتها انثوية بس الجمعية تحس إنه شيء يخص الريال يخص مسؤولياتها هو فمثلا أنه أنا أروح وأختار وأنقي وأشيل وأحط فكلها تحس إنه هذه مسؤوليات أكثر شيء يمكن أن تذكري أكثر مائية من هو الأصلح للتدخل للأسرتين من هو الأصلح وهو ما في شخص معين المفروض أن يعني في حال وجود مشاكل أنا أتكلم في حال وجود يعني المفروض أن اللي يتدخل لازم يكون هو نيته طيبة ويكون حيادي يعني مو لأن أنا هذه بنتي عمر الأمة تكون حيادية خنكن واضحين وصريحين ما يصير ما أنا بي نقص على بعض يعني أم الزوجة أي أن كانت المشكلة حتى لو هي غلطانة والغاية تراكبها من رأسها لليلها بتصير نفس القطوة بخوفها على عيالها أي حتى أم الزوج على فكرة لا أم الزوج أم الزوج يفرق أم الزوج إذا شافت يعني على حسب كل بيت يفرز أخلاقة كل بيت يفرز أخلاقة على حسب بس نحن نتكلم بالحالات الطبيعية من أول يعني الولد دائما هو أكثر إنسان يمطيق يحافظون أصلاً فشلة الطلاق قبل فشلة للطرفين فشلة للبيتين ولكن بيت الزوج أكثر البنت هي التي تتضرط صح ولكن الزوج مشكلته في منه منه كلمت أهيا في أسرار تصير بعدها صح طبعاً أكيد أول شي لازم في نقطة مهمة لازم يعرفونها شالي يخلى هذه الزوجة تتخذ هذا الشخص أو هذه الشخصية منفذ أنها أهيا تطلع وتففض لها وليش هي قاعد تففض شن الخلل بالموضوع اللي بينها أو بالمشكلة اللي بينها وبين زوجها نفس الشي الزوج ليش رح يقاعد يففض برا ليش ما قاعد مع زوجته ليش ما تفاهمه وليش ما وصله لحل المشكلة يمكن لأنه ما يتكلمون أو طريقة إيصال المعلومة غلط ممكن وايد أسباب سلمان من ضمنها مثلاً الجفاف العاطفي يعني أنا مثلاً أشوف زوجي مو صوبة كلش كل ما أبطل موضوع إياي مع مقادر هو يسمعني ما لخلق مو حاب يتناقش معاي فأكيد أنا وين هني أروح رح أروح أدور شخص ثالث عشان أنا أفض فضله اللي هي أم أخي ترفيجة قبل ما أروح أدرس الأمور يمكن دواماً لساعة خمس وراجعها الكان يمكن أهوتافه ولاهي بالسوشال ميديا وألعاب البفجي وألعاب اللي منتشرها هالأيام على حسب في أمور لازم يتم براستها صح إذا يكون أهوة فعلاً تعبان المفروض فعلاً حتى إحنا دائماً ننصح الزوجات إنه لما تبين تبطلين موضوع مع زوجي اختار التوقيت المناسب بوايض ضروري وهذا الشيء مهم جداً حتى في حل المشاكل الزوجية ممكن أنا شيء أطلبه من زوجي مثلاً الصبح ما يتنفذ ممكن بعد ساعتين ثلاثة يتنفذ حسب مودة حسب وضع أهوة نفسي فالمفروض الزوجة تكون ذكية في اختيار الوقت المناسب والزوج أيضاً لازم يرتب الأولويات لازم يرتب الأولويات الثاني اللي انت ذكرته إنه ولاهي بالألعاب وما يسمونه هاني اللي انت قلت الحين نزل بالديوانية لا هذا هني يخليني أضطر إنه أنا أبحث عن شخص ثالث أدخله في مشاكلي عشان بالنهاية سلمان كل إنسان من عندنا يحب يففض إحنا كائن اجتماعي كائن يحب إنه يحب يلاقي السند من أقرب الناس له هالسند هذا أنا إذا ما لقيته مع زوجي إذا ما سمعني وبالأخص بالأخص يمكن فيها النقطة إذا تتفق معاي الحريم يكونون أكثر ميل للفضفضة من الرجال أنتوا بطبيعتكم مو ويدة تحب تفضفض مستمعين مستمعين أكثر ما أنتوا تحبون الحريم لا تحب تفضفض تحب تطلع لبقلبها طيب لش ما تفضفضله وذا هو ما كان يبي يسمعها مو أنا قولتش الرجل تعالي أولد الحلال أي يعني تعالي أولد الحلال هذه تعني وايد عند الريال تعالي أولد الحلال أنا بيقول لك شيء واحد اثنين ثلاثة أربعة أكيد أهلا هذا مو معاجبني بس ترمأتر على واحد اثنين ثلاثة أربعة هل الطريقة هذه صح؟ أكيد طبعا الإجابة بعد هذا الفاصل عودة مرة أخرى إلى الأستوديو في كويت اليوم ومعي في الأستوديو الأستاذة منال السعيد الحديث عن الأقارب وتدخل الأقارب في الزواجات الجديدة سواء كانت جديدة أو حتى مستمرة قبل الفاصل كنت سألت تعالي أولد الحلال أنت فيك واحد من ثلاثة نزيل خان سوي واحد من ثلاثة نحاول نعدل هذي شكثرة ممكن تأثر على حياتهم الزوجية؟ 100% نقل النقاش بين الزوجين مرحلة مهمة جدا يوصلونها دائما الأزواج الواعيين اللي فعلا عندهم التزام في إثمام هذا الزواج حلو نزيل نرجع شوية قبل ما يتزوجون الزواج التقليدي في الكويت الخطبة يروحون النساء يقعدون ويطرفون الباب علشان يدخل الكانددث المرشح اللي راح يتزوج يصير التعارف بعدها الجملة هذه تقال دائما في كل البيوت الكويتية من سماحة قلوبهم يقولون نبي بنتنا حق ولدكم فهذا المدخل لتزاوج أسرتين ما هو تزاوج شخصين بعدها مع أقرب خلاف أنا قايل أو أنا قايلة بيتهم فيه وفيه 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 يطلع عاد الصفات اللي ممكن أنه يتهمون فيها أسرة كاملة بسبب خلاف شخصين هذا شنو حل هو ممكن بالبداية هذه الصفة اللي دائما تصير عند البنات بالإقبال على الزواج أو حتى الشباب ممكن تكون هي فرحة الزواج إن أنا خلاص بيتزوج وشدي ممكن أهم يكونون عندهم يعني نقاط إن عارف مثلا نقطتين ثلاثة عن هذا الشخص أو أهم عارفين نقطتين ثلاثة عن هذه البنت ولكن شايف إن يطوفون بالبداية لو بيصير الموضوع ولا توقفون وشدي بعدين عاد ما يفكرون إن هذا بالنهاية يعني مسير أسرة يعني يتصورون إنه ممكن يعني هالخلافات تنتهي أو ممكن هالمشاكل يعني ما تظهر ما تطفع الصف ممكن شيء ثاني يغطيها أغلبهم يقولون لا خلاص بتتزوجون يصير عندكم يهال وتلهون شيء إلى آخر إذا ريال يقولون الزواج عقلة المرت عقلة وإذا في البنت ملاحظات يقولون لا هو سيطرة عنده هو ريال والله هو يشوف للأمانة يعني إيه هو فيه في بعض الحريم يمكن المثل كله معروف عندنا وراء كله رجل عظيم إمرأة إمرأة أكيد فيه بعض الحريم لا يعني للأمانة المرة السنعة اللي هي فعلا توقف بظهر الريال وتدعمه وتسنده وتوصل معاه له آخر الطريج وفيه لا يعني فيه استثناعات كالقاعدة لها استثناعات فبالنهاية يعني أهم الطرفين حسب التزامهم سلمان بالزواج يعني لما نكون أنا عندي التزام مع هذا الشخص هذا الشخص أبي أتم معاه طول عمري لين النهاية لو تصير مشاكل الدنيا كلها نعم أطوفها وأمشيها ولو أسمع لو أهلي كلهم قاعدوا حواليني وسمعوني كلام إنه خلاص هدي وهذا ما ينفع ما يهمني لأن أنا بالنهاية عندي قرار عندي التزام أني بكمل معه الشخص للآخر طيب المرأة لما تكون قوية شي لما تكون قوية شي ثاني فهمتيني أم لا؟ للأمانة يعني يمكن شوي وضح أكثر قوية في عملها في حياتها في روحتها في أيتها شايلة عمرها ولكن قوية قوية باس مثلاً عنيدة مثلاً 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 شنو طريقة إصلاحها منو يكلم شنو يصير أهو التغيير يعني سافت إن أنا مثلاً دائماً البنات يقولونها وحتى مرات الشباب يقولونها إن أنا باخذ هذا الشخص قالوا لي فيها النقطة وهالنقطة أو أهو اكتشف في مرحلة الخطبة حتى لو كانت قصيرة اكتشف مثلاً أو هي اكتشفت إن الشخص عند عصبية أو أهو اكتشف إن هي عنيدة يعني قوية نفس ما تفضلت فأهو يحط في بال إنه هي ممكن تتغير إن أنا بغيرها سالفة إن أنا بغيرها ما في شخص يغير شخص للأمانة ما في إنسان يغير إنسان إنسان إلا ممكن إنه أهو يتغير بمعجزة ممكن أن يأثر فيه ولكن لا يحط هالأمل يعني من الحين كل إنسان في باله إنه بغير هالإنسان أنت ما رح تقدر تغيره إلا إذا أهو كان يبيه يتغير فما يبقى عندك غير القبول نعم إن أنا أتقبلها لما أتقبلها وليش ما يكون قبول من البداية إنه في قبول ولا ما في قبول من الأساس أهو بالبداية في قبول القبول اللي يسمونه يعني هبة خلاص ما تزوج أنا وشذي بعدين تظهر أو تطفو هذه المشكلة على السطح بشكل واضح هذه البنت صجئة هي عنيدة ما كده أنا متوقعت كده متوقع إنه هالموضوع شوي أقل أو أخف بس الحين لا ظهر يعني مثل ما يقول بس الحياة صارت أسهل أستاذ منال يعني قبل كان الواحد يتزوجه وما يدني من همرته بنت فلان وخلاص انتهى الموضوع توصل باتر ولا تروح تأخذها من ماندروين يعني قبل كان الزواج غير الحين صارت الدنيا أسهل صار الواحد يقعد يفهم يتناقش مع هذا يخشون على بعض من البداية صح أكيد إيه لازم يجملون إيه هي تجمل بعض الجوانب وهو يجمل بعض الجوانب رغبة في الالتقاء الميكب حق الويم وحق الحياة صح؟ في سبحان الله يعني إنه بغطي هالنقطة عموما عموما يعني إحنا المشكلة إحنا سلمان فترة الخطبة ما تطول عندنا هذا المشكلة لأن إيه هو طبيعة الشخص ترى ما يقدر يمثل يعني تقول لي شخصي مثل سنة كاملة شخص يمثل ست شهور ما يقدر طبيعة الإنسان لازم ينفضح مثلا أو لازم يطيح في سلوكيات الحقيقية يمكن لازم إنه في مرة مرتين لماذا ما يبين سلوكيات الحقيقية طيب؟ يمكنك خاف إنه الشخص يرفضها أو إنه ما يتقبل أو إنه ما يوافق عليه ساعة المباركة فيه غير لماذا أكون أسرة علشان أفكها مرة ثانية؟ ما يصير أوه ما بني على باطل فهو باطل في النهاية و بعدين رح ينصدمون بهذه المشاكل نسب الطلاق صارت عندنا سادة معنال شي يخرج أوكي أنا ما أقصها يعني ترى في ناس يستمرون عشرين سنة بعدين ينفصلون ولكن نسب الطلاق للزواجات الحديثة هي اللي تخرج هم لأنه يعني تو هم شوفوا يمكنهم أن في عمر الجامعة هم هو قاعد يدرسون يتزوجون يعني فهو توه مو واعي أصلا يعني يمكن إحنا الحين لو أنا أرد بعقلة إلى مثلا في سن الجامعة أحس نفسي أنا كنت ولا شي شنو أغرب حال الطلاق مرة تعني والله وايد أمور تافحة يعني الأمانة يعني والله يعني شي عور القلب سبب تافح وسبب قوي شنو؟ يعني السبب تافح كان يمكن وحده يعني أن كلمة هو زوجها هي ربة بيت يعني وزوجها هو اللي يشتغل فلما يقوم الصبح كله لما يغير ملابسه شذي ويفتح الكبت وسكرة بقوة بصوت فأي تنزعج وأكثر من مرة تقول له وهو يخلي الكبت باب الكبت مبطل فأي تضايق السكرة لين ما صارت المشاكل كبيرة بينهم بشذي لين ما وصلت للطلاق صار فيها أنه يعاندني ما يسمعك هو متعمد أنه يبي يزعجني ما يخليني أنام ليل آخر الليل ما تطورت المشكلة طيب وصار الطلاق على هذا الموضوع ترى كان بالبداية هادئية مثل ما يقولون القشة الذي قسم الظهر الباري كلمة الكبت أي عشانا الكبت والسبب نزيل الأسباب القوية تبقى يمكن أهم سبب قوي للانفصال هو الخيانة أي ممكن أن الخيانة أو ممكن مثلا يعني طاحت علينا نقول أي ممكن أو ممكن مثلا أحيانا يكون أمن السبب المادي أحيانا بس هذا بنسبة قليلة يعني والفلوس أي قاعد أقول السبب المادي مرات يكون سبب في الطلاق يعني شيء في ختام هذا اللقاء أي في ناس تهم تزوجين أول ما تزوجت راح تفتحت ملف حق الولادة نزيل مستشفى خاص أي هل هذا يعني من وعجبات الزوج أن أنا لازم أدفع لك في مستشفى خاص عشان بس نوضع حق الناس يعني أنا دائما أقول البنات ترى أهو الريال يعني ما عنده مصباح على الدين هو مو بينك متنقل لا تحطين كل أحلامك على هذا الريال يعني اللي يوفره حقك أهلش مو هو مفطر أن يوفره مثل ما اللي يوفره ممكن شيء بسيط يناسبك أوكي ما يصير أقل من وضعها مع أهلها يعني الإنسان بالنهاية دائما قدرتها قدرتها ما أقدر أن أتفعلش ثلاثة وربع بس مو أقل مو أقل هي من البداية أنت سيختاري إذا اخترتها الأقل خلاص هو القرار لما راحت وفتحت الملف معناها اعتبرنا موفقة حضرتك موجودة عرفت قصدي هذا من الشكلة فالطريقة هنبعد بالتفاهم كل شيء يصير صح؟ أكيد طبعا حتى هو هذا العائلة اللي تبدأ صغيرة حتى في مستواها الاقتصادي مع بعض لما يصير في تحمل لما يصير في صبر من الطرفين ممكن الحمد لله الكل بلشه عائلة صغيرة وكبرت والحمد لله الماديات أيضا صارت أفضل بس شوي يبيلها صبر يبيلها تقافل وتمشي السفينة ولما يقول الزوج حق الزوجة خليهم حق تربيتها مو أفضل شلون يعني؟ يعني أهل الفلوس اللي بتكدنها على ولادة حق الياهل حق الياهل خلي أفضل ما فيها شيء لمستشفيات الحكومية يعني يا حلوها والله ويعزينها تعالي شوفيها أهل أيام بس عاد من اللي يسمع ومن اللي يصدق كل شكر لتش المستشارة منال السعيد على وجودت معنا في هذه الحلقة من كويت اليوم وحدثنا عن الزواجات ومن يحق له التدخل في الحياة الزوجية كل شكر لتش